وغران، أضرار والبيض، حملات تحسيسية حول ضرورة ارتداء الخوضة لمستعملي الدرجات النارية، إن تم توقيف العديد من الشباب لتوايعتهم من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبونها جرى العديد من المخالفات كعدم استعمال الخوضة، تجاوز السرعة المحددة وعدم حيازة الوثائق الخاصة بدرجات النارية التغطية لشبكة مراسلينها نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأضرار حملة تحسيسية وتوعاوية عبر كامل إقليم اختصاص المجموعة بمشاركة جميع الشركاء والفاعلين في ميدان أمن طرقات على غرار جمعي السلمة المرورية الكشافة الإسلامية الجزائرية هذه الحملة موجهة لمستعملي الطريق عامة وسوق الدرجات النارية على وجه الخصوص حملة أساسا إلى إبراس أولا أهمية وضع الخوضة الأمان النتائج المأساوية لتجاوز السرعة المحددة قانونا عواقب القيام بالمناورات الخطيرة على الطريق بالإضافة إلى مخاطر السير ليلا على الطرقات بدون أضواء تدخل هذه الحملة في إطار تسجيل الأهداف المسطرة من طرف قيادة الدرك الوطني بخصوص أمن وسلامة مستعملي الطرقات وذلك بمضاعفة العمل الوقائي والتوأوي بمشاركة مختلف الجمعيات الناشطة في هذا المجال تسجيل عبر اختصاص الدرك الوطني خلال سنة 2018 عشر حواث مرور لسائقي الدرجات النارية خلفت للأسف أربعة قتلى وخمس جرحة الأسباب لحواث هذه في أجملها هي السرعة الفائقة السير في اتجاه المعكس عدم احترام قواعد السير اشتركوا في القناة